السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر محمد بختار معلم اول لغة انجليزية عزائي طلاب الصف الثاني الاعدادي النهاردة معنا يونت 2 لسن 3 في الوركبوك بيج 81 صفحة 81 بنفتح سوى مع بعض الكتاب اول سؤال عندنا بيقول choose the correct words يعني اختار الكلمات الصحيحة you can catch a plane يمكن ان تلحق بالطائرة from an airport من المطار طبعا هنا port يعني ميناء نما airport مطار when you invite a person لما تدعو شخص to your house لمنزلك he she هو او هي is your بيكون ايه your guest طبعا ضيفك الضيف اسمه guest نما shop worker طبعا عامل في محل when you go on holiday لما بتروح اجازة في اجازة you can put your clothes ممكن تضع ملابسك in a fee طبعا suitcase حقيبة اما كلمة suit يعني بدلة لوحدها when two people get married لما اتنين من الناس بيتزوجوا they have بيعملوا ايه شباب طبعا a wedding حفل زفاف مش birthday مش عيد ميلاد the skin of a zebra جلد الحمار الوحشي is stripped مخطط تمام طبعا line دي هنا يعني في خطوط انما هنا مخطط if you are tired لو انت متعب why don't you لم لا have a rest يعني تاخد راحة have a rest complete the sentences with the correct form of the word in brackets هنا بنكمل بصيغة صحيحة للكلمة اللي بين الاقواس الكلمة اللي بين الاقواس هتلوها كلها adjective صفات هو عايز يحولها لظرف عشان يصف الفعل it's important to drive من المهم ان تقود carefully بحرص when it's raining لما تكون الدنيا بتمطر the children are singing loudly الاطفال بيغنوا بصوت عالي in the playground في الملعب that bird is flying very fast هذا الطائر بيطير بسرعة جدا قلنا fast الشباب هي هي fast fast سريع fast بسرعة our football team will win because they are playing very well يعني فريق القرة القدم بتاعنا سوف يفوز ان شاء الله because they are playing very well لانه بيلعب جيدا جدا ان شاء الله بإذن الله احمد went into the new school sadly يعني احمد بيدخل المدرسة الجديدة بحزن because he didn't know any children there لانه مش عارف اي اطفال هناك write the opposite of the words اكتب عكس او مضاد الكلمات in brackets اللي فيه الاقواس in exercise 2 في التمرين اللي فات رقم 2 using the adverb باستخدام الظرف from form رسيغة الظرف يعني to give the same meaning لتعطي نفس المعنى you may need to make other changes محتمل او ربما تحتاج لبعض التغييرات bad سيء careless مهمل happy سعيد quiet هادئ slow بطيء قال لنا زي ايه شباب الجملة اللي فوق كده هنعدلها it's important not to drive carelessly when it's raining من المهم اللي تقود بإهمال عندما تكون الجو بيمطر يعني the children aren't singing quietly الاطفال لا يغنون بهدوء in the playground اللي هو عكس الجملة بقى اللي فوق او مش عكسها هي نفسها نفس الجملة ولكن باستخدام بقى ايه باستخدام الظرف المضاد بدل ما قول loudly قلت quietly that bird isn't flying slowly الطائر دا ما بيطرش ببطء اللي هو كان فوق ايه انه كان بيطير بسرعة تمام هو fast our team will win سيفوز فريقنا because they aren't playing badly لانهم لا يلعبون بشكل سيء احمد didn't go into the new school لم يدخل المدرسة الجديدة هابي لي بسعادة طيب اخر جزء عندنا بيقول لي write a description اكتب وصف of the photo للصورة using some of these phrases باستخدام بعض من هذه العبارات in the background او foreground يعني في المقدمة او في الخلفية background الخلفية foreground اللي هي المقدمة in the middle في الوسط on the right او on the left on the left على اليسار on the right على اليمين towards the left باتجاه اليمين او اليسار towards the right باتجاه اليمين light او dark colors الوان فتحة او الوان غمئة عشان ابدأ اوصف الصورة اللي عندنا تمام we are in a street احنا في شارع او this is a photo of a street دي صورة لشارع in the foreground there are a lot of people في كثير من الناس in the background there is a car the car is مثلا dark blue يعني ازرق غام طبعا احنا مش باين عندنا في كتاب المدرسة الالوان خالص فاحنا ممكن نقلف الالوان من عندنا حتى there is a traffic light on the right في اشارة مرور على اليمين there is a bus in the foreground في اوتوبيس في الخلفية بتاعت الصورة يبقى بابدأ استخدم العبارات اللي هو عايزة هنا في الصورة علشان ابدأ اوصف الصورة اللي موجودة عندنا شكرا جزيلا وتابعونا في اللقاءات القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا